شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في الحلقات الماضية يدور حول عصمة أهل البيت وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله انطلاقا من قول الله تعالى وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطحركم تطهيرا وحديثنا في البحث السابع من هذه البحوث كان يتناول الإجابة عن سؤال ملح وهو أنه كيف نوفق بين مبدأ عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم والآيات القرآنية الكريمة التي ربما توهم خلاف ذلك مضت آيتان أما الآية الثالثة فهي قوله تعالى في سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صدق الله العلي العظيم البحث في آية التحريم ينبغي أن يتم من زوايا ثلاث الزاوية الأولى كيف حرم النبي صلى الله عليه وآله ما أحل الله له وهل يحق لأحد أن يحرم حلال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الإجابة على هذا السؤال أن تحريم الحلال له ثلاثة معاني المعنى الأول تحريم الحلال بمعنى أن يشرع الفرد تشريعا مضادا لما شرعه الله وهذا الذي يطلق عليه في مصطلح القرآن الكريم بكلمة التقول الله تعالى يقول هذا العمل حلال والمقنن يأتي ليقول أن هذا العمل حرام كما يفعله المقننون عادة في بلادنا الإسلامية أنتم إذا تأخذون قانون من القوانين الوضعية المتداولة في بلادنا الإسلامية تجدون لعله غالب المواد القانونية مناقضة للقانون الإلهي منطق قال الله وأقول القانون الإلهي يقول الأرض لله ولمن أمرها النبي يقول ثم إنها لكم مني أيها المسلمون ولكن القانون الوضعي يأتي ليتحدى القانون الإلهي الله يقول حلال القانون الوضعي يقول حرام ولا يحق لأحد أن يحيي أرضا ميت القانون الإلهي يقول القانون الإلهي يقول سن الزواج هي هذه ولكن القانون الوضعي يأتي ويحرم ما أحل الله ويقول كل شخصا تزوج في هذه السن يحكم عليها بالعقوبة والسجن والغرامة هذا هو النوع الأول من تحريم الحلال هل المراد بهذه الآية الكريمة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك هذا المعنى يعني النبي يتحدى قانون الله سبحانه وتعالى حاشاه ثم حاشاه الآية الكريمة تقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي لأخذنا منه باليمين بعض العلماء قالوا يعني نقطع يمينه نقطع يمينه ليش لأن هذا الذي يقف أمام القانون الإلهي هذا مفسد في الأرض والمفسد في الأرض تقطع يمينه وبعض العلماء قالوا لأخذنا منه باليمين يعني مثل ما حرامي يأخذون بإيده ويودوا لتنفيذ العقوب عليه نأخذ منه باليمين ثم نقطع منه الوتي يعني نقتله إذا قطع الوتي لن تبقى هناك حياة هذا المعنى قطعا ليس هو المقصود في هذه الآية الكريمة المعنى الثاني لتحريم الحلال التسبب إلى التحريم الشرعي يعني المكلف نحن عندنا في الشريعة مجموعة من العناوين العرضية ليس كلامنا الآن في العناوين الطولية أكو هناك مجموعة من العناوين العرضية وكل عنوان من هذه العناوين له حكم معين أنت أنت عندما تكون في مظلة عنوان تشملك أحكام ذلك العنوان هل لك الحق أن تخرج من مظلة العنوان الأول وتنتقل إلى مظلة العنوان الثاني إليك حق أو ما إليك حق إذا كان العنوانين طوليين لا ما إلك حق أما إذا كان العنوانين عرضيين ما فيوش مثلا الحاضر له أحكام المسافر له أحكام الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفار فعدة من أيام أخر أنت الآن حاضر وهل لهلال شهر رمضان تشملك أحكام الصيام يجب عليك أن تصوم هل لك حق أن تسافر ولو بلا عذر تسافر إلى بلد آخر لا ما فيوش لأن المولى جعل موضوعين من شهد منكم الشهر له حكم ومن كان مريضا أو على سفار له حكم آخر تنتقل من مضلة هذا العنوان إلى ذاك العنوان فإن تدى تغير الحكم الشرعي لا الحكم الشرعي ماذا يتغير لأن المولى من الأول يقول من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الحكم الشرعي ماذا تغيره ولكن تغير العنوان المنطبق عليك هذا بإشكال ما في إشكال الرجل الذي لم يتزوج له أحكام الرجل الذي تزوج له أحكام أخرى المتزوج يجب عليها أن ينفق على زوجته يجب عليها القسم بين زوجاته واحد يتبدل من عنوان يبدل نفسه يعني يقوم بحركة انتقالية من هذا العنوان إلى ذاك العنوان أو من ذاك العنوان إلى هذا العنوان هذا في إشكال هذا ما في إشكال التسبب إلى تحريم شرعي كيف يتسبب بالانتقال من عنوان إلى عنوان آخر هذا تحريم للحلال ولكنه تحريم محلل النوع الأول تحريم محر النوع الثاني تحريم محلل ما في إشكال انتو شرب الماء شنو حكم الشرعي شرب الماء مباح إذا واحد حلف أنه من الآن إلى الغد ليشرب الماء قال والله لا اشرب الماء شنو حكمه يكون شرب الماء عليه حراما ليش؟ لأن من البداية الشارع جعل عنوانين الذي حلف على ترك المباح والذي لم يحلف على ترك المباح اللي لم يحلف المباح مباح اللي حلف على ترك المباح المباح حرام صلاة الليل واجبة أو مستحبة؟ إذا واحد حلف أن يصلي صلاة الليل شنو تكون؟ واجب هذا هو النوع الثاني من تحريم الحلال النوع الثالث وهذا الدارج في الإصطلاحات العرفية الالتزام النفسي بترك عمل محلّة واحد الشاي يضر مثلا يلتزم بأن لا يشرب الشاي التزام نفسي أو قولي بترك عمل محلّة ويقول في العبارات العرفية إنني حرّمت على نفسي شرب الشاي الشاعر يقول إن في القهوة والترياك والتتنى غثاثة يعني إفساد ورداء قتلتني الثلاثة لعن الله الثلاثة قضى النوع الثالث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا تلاحظون الرواية الشيعية وإذا تلاحظون الرواية السنية عمله في تحريم الحلال كان أحد النوعين الأخيرين إما النوع الثاني كما هو المعروف وإما هو النوع الثالث كما يحتمله البعض فهذا العمل لم يكن تحريماً للحلال بالمعنى الأول حتى ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وآله إذا أردتم الرواية الشيعية في هذا المجال الرواية الشيعية مذكورة في تفسير البرهان المجلد الثامن صفحة خمسين طبعاً ماكو هناك اختلاف جذري بين الرواية الشيعية والرواية السنية أكو هناك اختلاف في بعض التفاصيل أنا أقتصر على قراءة الرواية السنية في هذا المجال الرواية السنية على نحو الإجمال البخاري في صحيحه المجلد الرابع من هذه الطبعة صفحة 1750 كتاب الحيل باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوجة والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وآله في ذلك رقم الرواية ستة الاف وتسعمية واثنين وسبعين ينقل عن عائشة يقول قالت اختصر الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبعاً كلمته آله مني يحب الحلواء ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس يعني بقي عندها مدة أكثر مثلاً النبي عند كل زوجة كان يبقي خمس دقائق عند حفصة بقي عشر دقائق فسألت عن ذلك لماذا النبي بقي أكثر فقال لي أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وآله منه شرب حفصة 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 كما في هذه الرواية كانت تعطي النبي صلى الله عليه وآله العسل فالنبي كان شوية أكثر يمكث في بيتها فقلت يعني عائشة أما والله لنحتالن لح هذه الرواية أيضاً مذكورة في باب الحيل فذكرت ذلك لسوده طبعاً سودة المسكينة ما إله في هذه القضية لا ناقة ولا جمل هذا إقحام في القضية جر الرجل سودة إلى هذه المؤامرة في بيت النبي صلى الله عليه وآله هذا ما إله واقعي وما إلى حقيقة سودة دخلت في ضمن المؤامرة على النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية قلت إذا دخل عليك يعني على سودة فإنه سيدن منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير المغافير المغافير صامغ شجرة وهذا الصامغ فيه رائحة كريهة فسودة طبق هذه الرواية المكذوبة فسأقول ليش أن هذه الرواية المكذوبة لأنه صحيح البخاري يتناقض مع ذاته في مكان آخر فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير هذا الصامغ صامغ شجرة سائل يخرج من شجرة فيه رائحة كريهة فإنه سيقول لا أنا ما ماكي المغافير فقولي له ما هذه الريح أكو هناك رائحة غير طيبة هذه رائحة ماذا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتد عليه أن يوجد منه الريح النبي صلى الله عليه وآله كان دائما في قمة النظافة وكان يحب دائما أن تكون عنده رائحة طيبة فإنه سيقول سقتني حفص شربة عسل هذا عسل هذا ما كان مغافير فقولي له منه داد تقول عائشة بنقل صحيح البخاري تتآمر ويا سودا فقولي له جرست نحله العرفط جرست جرست يعني لحست هذا النحل اللي أنتج هذا العسل رايح على شجرة العرفط وماكل من تلك الشجرة يعني ماكل مغافير العرفط فاللي يأكل هذا العسل تخرج من فمه رائحة المغافير فقولي له جرست يعني لحست نحله يعني نحل هذا العسل العرفط هذا الشجر اللي صمغه المغافير وسأقول ذلك أيضا عائشة تقول عندما النبي يجي عندي أيضا نفس الشيء أقول له يعني حتى المؤامرة تكون محبوكة وقوليه أنت يا صفية صفية المسكينة أيضا دخلت في المؤامرة طبق هذه الرواية المتناقضة فتلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الرواية تآمرنا على الكذب ضد النبي صلى الله عليه وآله عائشة وسودة وصفية طبعا هذا يكذبه القرآن لأن القرآن يخاطب مرأتين ما يخاطب ثلاثة وين الثالثة إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبى تتوبى ضمير شنو تثنية فمو ثلاثة شنو نين شنو هذا فدواحد إقحام في القضية وإن تظاهر عليه يعني تتعاون ضد النبي صلى الله عليه وآله واحد يحمي ظهر الثاني فإن الله هو مولاه في آخر هذه السورة الله تعالى يقول امرأة نوح وامرأة لوط تنين مو ثلاثة فشلون صاروا ثلاثة فلما دخل على سود النبي صلى الله عليه وآله قلت تقول سود والذي لا إله إلا هو لقد كت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب النبي يم الباب أنا كت على هذا البعد أن أقول هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله فرقا منك جواب الحاشية كاتب علة المبادرة أي خوفا منك يعني هل قد الرهبة تملكت سود اللي منتظرت النبي يجي يمهى حتى تقول له هذه الكلمة من يم الباب رادت تقول له هذه الكلمة التي لقنتها عائشة فلما دنا رسول الله قلت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قلت فما هذه الريح أكو رائح غير طيبة قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحله العرفط فلما دخل عليه يعني على عائشة قلت له مثل ذلك يا رسول الله أكلت مغافير ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به بعد ما أكل هذا العسال تحريم يعني التزام نفسي بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل من هذا العسال هذا هو تحريم الحلاء إذا واحد قال أنا بعد ما أشرب شاي حرام هذا هذا محرام قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمنا سوينا مؤامرة وحرمنا النبي صلى الله عليه وآله من أكل العسال قالت يعني عائشة قلت لها أسكتي حتى المؤامرة تظل خفية صحيح البخارية ناقض نفسه في المجلد الثالث كتابه تفسير القرآن رقم الرواية أربعة آلاف وتسعمية واثمعش عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ذيك الرواية شنو تقول عند حفصة هاي الرواية تقول عند زينب ويمكث عندها شوية يطيل البقاء فوطأت أنا وحفصة في ذيك الرواية حفصة كانت ضحية المؤامرة في هاي الرواية حفصة طرف المؤامرة في ذيك الرواية ثلاثة متآمرات أكو في هاي الرواية ثنين متآمرات أكو وفي كتاب واحد وهو كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى من اللي دا يتناقض ويا نفسه عائشة دا تتناقض ويا نفسه أو صحيح البخاري دا يتناقض ويا نفسه أو الذين يقولون كل ما في البخاري الصحيح هم الذين يتناقضون مع أنفسهم من اللي دا يتناقض فواطأت واطأت يعني تآمرت أنا وحفصة عن أيت أيتنا دخل عليها فالتقوا له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكن كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة الجحش فلن أعود له وقد حلفت هذه كلمة تدل على أن تحريم الحلال كان من النوع الثاني من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها لا تخبري لا تخبري بذلك أحد هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة ملا بس أن نقرأها ابن عباس يقول مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة ابن عباس يريد يسأل الخليفة عن آية من كتاب الله ولكنه يهابه ويخافه حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت له يا فلان من اللتان تظاهرة على النبي من أزواجه وإن تظاهر عليه ذل منهم فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك هذه هي الرواية الثالثة وعلى كل حال تحريم الحلال في هذه الآية الكريمة إما بالمعنى الثاني طبق إجماع الروايات السنية والشيعية أو بالمعنى الثالث وهذا المعنى الثاني والمعنى الثالث أي إشكال من الناحية الشرعية ما بي أي واحد مننا يتمكن يحرم الحلال بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث النبي صلى الله عليه وآله حلف أن لا يشرب عسلا أو الرواية الشيعية تقول إن القضية كانت مرتبطة بمارية القبطية هذا العمل ما في حرم وما بي إشكال بل ربما في بعض الأحيان يكون راجح من الناحية الشرعية هذا هو البعد الأول من الأبعاد في هذه الآية المباركة البعد الثاني لماذا العتاب إذا النبي صلى الله عليه وآله فعل عملا محللا الله أباحه لكل واحد مننا فلماذا العتاب في هذه الآية القرآنية الكريمة الله تعالى يقول يا أيها النبي لماذا تحرم ما أحل الله لك الجواب على ذلك على نحو الإختصار أن كلمة لما تستخدم في مقامين المقام الأول مقام العتاب يا أيها الذين آمنوا لماذا تقولون ما لا تفعلون هذا عتاب هذا توبيخ هذا تأنيب النوع الثاني من أنواع استخدام كلمة لم أن تستخدم للإشفاق إشفاقا على الطرف مثل أفرض ابنكم هذا يسهر من الليل إلى الصباح في المذاكرة والمطالعة والباح أنتم تأتون وتقولون له لماذا تسهر الليالي ولماذا تشق على نفسك هاي كلمة لم أو كلمة لماذا هل تدل على عتاب الجواب كلمة هذه الكلمة في أمثال هذه المقامات واحد يتعرض لضغط معين فيحرم على نفسه شيئا كلمة لم في هذه المقامات ما إله أي ظهور في العتاب وإنما ظهورها الأول في الإشفاق فإذن أولا تحريم الحلال لا يشكل مشكلة في هذه الآية الكريمة ثانيا كلمة لم لا تمثل مشكلة في هذه الآية الكريمة لأنها سيقة مساق الإشفاق وهناك جواب آخر نتركه فعلا البعد الثالث في هذه الآية الكريمة التكفير الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم تحلة تحلة اليمين يعني الدافع كفار هل هل الكفارة في هذه الآية الكريمة تمثل مشكلة الجواب أيضا كلا هناك إجابتان مرجوح لا تنعقد إذا واحد حلف على أن لا يجيب الدعوة أصدقائه اليمين إنما تنعقد إذا كانت على راجح أو كانت على مباح أما إذا كانت على مرجوح فلا تنعقد بعض العلماء يقولون إن هذا الحلف كان على مرجوح فاليمين لم تنعقد ولكن يقولون حتى إذا لم تنعقد اليمين فإن الأفضل أن تدفع كفار يعني إذا واحد قال والله لا أصلي صلاة الليل مثلا تنعقد يمين لا ما تنعقد لأنه على مرجوح إذا واحد قال والله لا أجيب دعوة أصدقائي إذا كان مرجوحا هذا اليمين هذه اليمين لا تنعقد ولكن الأفضل أن يطعم عشرة مساكين مثلا هذه الكفارة نوع من التأدب لأنه أجر على لسانه القسم الشرعي القضية الأخرى التي يشير إليها الوالد رحمه الله في تفسير تبين القرآن يقول قسم النبي كان مشروطا لأنه قال لها إن كتم تي ذلك فإنني لا أشرب العسل مثلا أو ما أشبه ذلك اليمين المشروط إذا لم تفي بالشرط لا يتنعق فإذا هذه اليمين وقعت وقعت محلولة منحلة وحتى إذا واحد يدفع كفارة هذه الكفارة غير واجبة وإنما هي مستحبة أو نوع من التأدب أو ما أشبه ذلك هذا هو الجواب الأول الجواب الثاني الكفارة لا تدل على ارتكاب محرم إذا واحد دفع كفارة أو قلنا لواحد كفر أعطي الكفارة هذا يدل على ارتكابه لمحرم كلا إذا واحد راح للحج إحدى محرمات الإحرام التضليل مثلا واحد يأخذ شمسية في حالة الإحرام التضليل في حالة المسير إذا واحد مضطر إلى التضليل الشمس تؤذيح الإضطرار يرفع الحرم فيحق له أن يدخل تحت الظل أن يدخل تحت سيارة مسقفة ويجب عليها دفع الكفار كفارة التضليل ما هي شاط فالتكفير لا يدل على حرمة إذا واحد صاد في حالة الإحرام جاهلا أو ناسيا أو غافلا تجب عليه الكفار ولكن هل دفع الكفارة يدل على ارتكابه لمحرم كلا فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله دفع كفارة لالتزام هذه الكفارة لا تشكل أي مشكلة في المقام إذن تحريم الحلال لا يمثل مشكلة كلمة لم لا تمثل مشكلة التكفير لو ثبت أيضا لا يمثل مشكلة في المقام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر